السامسونج تي سيفن توتش الهارد الخارجي المحمول من سامسونج من فئة اس اس دي وبعد هذا الفيديو راح تكون قادر على اتخاذ القرار الصحيح بانك تشتري هذا الهارد او لا بدون اي تأخير خلينا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله معك عمار خصاونة وقبل ما ننسى اذا كنت لسه مو مشترك في القناة فياريت تشترك ولا تنسى رأيك بالتعليقات ولايك اذا عجبك الفيديو بالبداية خلينا نتكلم على المصنعية الهارد بيجي بحجم صغير ما بيجاوز راحة اليد ووزن خفيف ما بيجاوز 58 جرام ملفوف بطبقة من الالمنيوم الصلب يلي بيزيد من متانة الهارد من متانة القطع الداخلية وبالتالي بتزيد من قوة تحمل الهارد وسامسونج بتقول بانه هذا الهارد بيتحمل السقوط لحد مترين لكن اكيد ما منصح بتجربتها هي فقط عامل امان اذا متكلم على امن المعلومات والخصوصية فالهارد بيجي بميزة بصمة الاصبع وبالتالي لما انت تقوم بتوصيل الهارد باللابتوب وتبدأ باختيار البرنامج حسب نظام التشغيل اللي عندك من ويندوز او ماك او اندرويد وتبدأ بتهيئة الهارد وبعد ما تنتهي راح يكون في عندك ثلاث خيارات لتحدد مستوى الامان لوحدة التخزين اول خيار هو بدون اي وسيلة امان الثاني هو بكلمة مرور والثالث بكلمة مرور وبصمة وهذا الخيار اللي انا بنصح فيه لما تبدأ بيوضع كلمة المرور وتأكيدها وادخال بصمة اصبعك الهارد معادي يشتغل حتى لو وصلته على اي جهاز بدون بصمة اصبعك سرعة القراءة والكتابة على هذا الهارد وتوصل لواحد جيجابيت تقريبا بتحديد الف وخمسين ميجابيت بالثانية وهذا الشي بفضل ميزتين لأدمجتهم سامسونج داخل وحدة التخزين اللي هما ام في ام اكسبرس وبي سي اي اكسبرس وبفضل الكابلات اللي بتيجي مرفقة مع الهارد داخل العلبة اليو اس بي تايب سي من الطرفين او يو اس بي اي ليو اس بي تايب سي وبييجي هذا الكابل من نوع يو اس بي اي 3.2 من الجنة الثانية يلي بيمنحك القدرة للاستفادة من السرعة القصوى لنقل البيانات مكان بسمة الاسبع بالهارد بتيجي محاطة بايضاءة LED الامر اللي بيرشدك انه الهارد عم بيستقبل او بيرسل بيانات خيارات المتاحة من الالوان هي الاسود والفضي والفئات التخزينية من كل لون هي 500 جيجا بايت و1 تيرا او 2 تيرا وهي النسخة اللي انا عندي هي 500 جيجا بايت من اللون الفضي طبعا الهارد بيشتغل على انظمة ويندوز ابتداء من ويندوز 7 وما فوق واندرويد 5 وما فوق وتقريبا على معظم انظمة الماك نقل بيانات عن الجيل السابق وهي كامل المواصفات رابط الشراء رح يكون بالاسفل في صندوق الوصف وتقريبا سعر الهارد حوالي 120 اورو اعطينا عليك بالتعليقات ونشوفكم على خير السلام عليكم